كراهته للواقع الشيعي إنه يكره الواقع الشيعية كرها شديدة ما أنا قرأت عليكم حديثه ورسائله وهذه الرسائل وهذا الحديث في الزمن الجميل كما يقول له في هذا الزمن القذر القبيح حيث أقذر المراجع وأقبح مراجع الشيعة عبر التأريخ أتحدث عن قذارة فكرية عن قذارة عقائدية عن ارتكاس إلى سقف العمامة في كنيف النواصب أتحدث عن كنيف فكرهم وعقائدهم الكنيف هو بالوعة المراعيض وهذه العبائر جميلة جدا وإلا فإن الوصف الحقيقي لا بد أن يكون بطريقة أخرى هذا مدح مدح كبير لمراجع النجف وكربلا فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يكره الواقع الشعي ابتداء بهؤلاء المراجع يكره واقعهم ومن واقعهم الذي يكرهه هو كذبهم عليه من أنهم نوابه هم قد نبذوا عهود الإمامة والولاية ونبذوا بيعش الغدير وراء ظهورهم هكذا هو يصفهم كأنهم لا يعلمون مذجنح كثير منكم تعالوا معي حتى إذا أردتم أن تقولوا من أن فلانا الذي نقلده السستان مثلا الشراز مثلا الحكيم مثلا كل مجموعة عندها عجلها البشري تقدسه فلو قلتم من أن الذي نحن نقلده ليس من هؤلاء سأقبل ذلك منكم لكنني أقول الإمام الحجة تحدث عن كثير نبذوا بيعة الغدير صحيح مرجعكم من القلة الذين ما نبذوا بيعة الغدير إذن أين هم هؤلاء الكثيرون كل مجموعة تقول عن عجلها هو من القلة الصالحين إذن هذه الكثرة الذين نقضوا بيعة الغدير أين هم ما هم موجودون في كل عصر فهذه الرسالة من إمام زماننا موجهة للجميع ولكل الأزمنة والأمكنة إذن أين الكثرة الذين يتحدث عنهم إمام زماننا لنفترض أن قائلا يقول إننا لا نستطيع أن نتبين ذلك وأنا سأقبل من فأقول هذا مرجعك الذي تصفه بأنه ليس من الكثرة المذمومة ما هو الذي يميزه عن البقية ما هو المنهج نفس المنهج أعطني واحدا منهم يتميز حتى يمكنني أن أحتمل فيه بما أنه يتميز عنهم في منهجه في التفسير في منهجه في فهم القرآن هم لا يعرفون شيئا من القرآن أصلا لا يملكون منهجا في التفسير هم يذهبون إلى كتب النواصب ويقرؤون ما فسروا ويفسرون للشيعة أو حتى لأنفسهم وإذا لم يذهبوا بشكل مباشر إلى كتب تفسير النواصب يذهب إلى تفسير علماء الشيعة وهي تفسير الناصبية هي الأخرى تفسير ناصبية لأنها نقلت عن النواصب فمراجع النجف إما أن يأخذوا تفسير النواصب بشكل مباشر من تفسير الطبري من تفسير الفخر الرازي من تفسير سيد قط وأمثالهم وإما أن يذهبوا إلى تفسير التبيان إلى مجمع البيان إلى الميزان وإلى بقية تفسير الشيعة وهذه تفسير ناصبية قذرة بامتياز غاية الأمر أن مراجع النجف يأخذون التفسير الناصبية بالواسطة عن طريق الطباطباء في الميزان عن طريق الطبرس في مجمع البيان عن طريق الطوس في التبيان وهكذا فهم على منهج واحد في التفسير على منهج واحد في العقائد عقائدهم واحدة اقرأوا كتبهم وجهوا لهم الأسئلة المنهج واحد عند الجميع فكيف تميز مرجعك هذا عن بقية المراجع ما أنا قلته لكم هم واحد تافل بحلق الثاني أهل القذارة هي القذارة والنجاسة هي النجاسة أتحدث عن القذارة الفكرية وأتحدث عن النجاسة العقائدية والفتوائية رسائلهم العملية كوبي طبقوها هذا أبسط شيء يمكنكم أن تعرف من أنهم على منهج واحد خذوا رسائلهم العملية وقارنوها وقارنوها هي هي أدخلوا إلى مواقعهم الألكترونية واذهبوا إلى أجوبتهم على المسائل العقائدية هي هي اقرأوا إذا كانوا قد ألفوا أو كتبوا في العقائد ستجدون الكلام هو هو سلوا وكيل هذا المرجع عن أمر عقائدي وسلوا وكيل المرجع صاد الهراء هو هو والضلال هو هو إذن ما الذي ميز هذا عن هذا لا يوجد مائز فيما بينهم فهذا الوصف موجه إليهم جميعا لأنك إذا كنت تدعي أن المرجع الذي تقلده ليس من أولئك الذين ذمهم صاحب الأمر ومن الذين يكره صاحب الأمر واقعهم ومنهجهم ما هو الذي يميزه عن البقية إذا كان المنهج هو هو وحتى في الجانب العملي إذا أردت أن تقارن بين هؤلاء المراجع عمليا لن تجد فارقا ستجدونهم يقتلون أنفسهم على الأخماس ستجدونهم يتنافسون فيما بينهم تنافسا وسخا قثرا سافلا إلى أبعد الحدود منحطا بالضبط مثلما وصف الشالمغاني صراع رجال الدين على الزعامة من أنهم يتهارشون عليها كما تتهارش الكلاب على الجيف جميعهم هكذا يفعلون أنا لا أحدثكم في زوايا مظلمة هم يسمعونني الآن ويعرفون صدق كلامه وأصحاب العمائم يتابعون هذا البرنامج ليس في النجف فقط في كل الأسقاع لأنهم يعلمون هذه الحقائق من واقع مراجعهم ويريدون أن يعرفوا ماذا غيب هؤلاء المراجع وماذا يجهلون يريدون أن يعرف جهل مراجعهم فهؤلاء الوكلاء جهال حينما يتابعون هذه البرامج ويطلعون على هذه الحقائق يعرفون حقيقة مراجعهم صحيح لا يصرحون بهذا أو ربما يصرحون به لبعض خواصهم حفاظا على لقمتهم فأصحاب العمائم عباد للقمة عباد لبطونهم وفروجهم صدقون لن تجد أشخاص يحملون حقارة ودناء وشهوة ترتبط بالبطن وبالفرج مثل ما هو عليه حال أصحاب العمائم حتى أولئك الذين يظهرون تعففا أقذر خلق الله في شهوة البطن والفرج مما رأيت في حياتي أصحاب العمائم أكثر خلق الله أكثر خلق الله دناءة وحقارة واتضاعا فيما يرتبط بشهوات البطون والفروج هؤلاء عباد للقمة حتى لن يعرف الحقيقة لن ينطق بها ما أنا أعرفهم وإحنا أولادي القرية وكل من يعرف خير الميت ميتي وأنا عرفه أعرفه فدواحي كلب ابن ستعش كلب الميت ميتي وأنا أعرفه هذا هو واقعنا نذهب إلى فاصل أعرفه 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 أعرفه